نروح لفيرا المدرب السابق لنادي الزمالك والإسماعيلي وعدد من الأندية المصرية عبر سكايب على الهواء مباشرة كوتش مساء الخير بتشرف بوجودك معنا مساء الخير كابتن سيف كيف حالك وشكرا على استضافتي معك في البداية رمضان كريم لكل المصريين وكل المسلمين في أرجاء العالم رمضان كريم لكم في البداية بتشرف بوجود حضرتك معنا وأحب أتطمن على صحتك وعلى وضع كورونا عند حضرتك والحظر الموقف معقد كما تعلم كابتن سيف منذ المرة الماضية عندما كنت في الستوديو هنا في مصر بعد يومين عدت إلى دبي منذ هذا اللقاء والبرتغال وبالتالي عدت مرة أخرى الموقف مع كورونا أنا مغلق وفي بيتي الآن أغلق على نفسي بيتي والآن بالضبط 52 يوما لم أخرج خارج المنزل على الإطلاق ونتخذ كل إجراءات الوقاية والإجراءات الصحية وأيضا ونطبق خليك في البيت وحشتك الكورة وحشك التدريب بالتأكيد كثيرا لكن أنا لا أستطيع أن أقوم بالتدريب داخل الشقة أنا الحقيقة تابعت على الفيسبوك بوست حضراتك كاتبو على أيمن رمضان الراحل أيمن رمضان والحقيقة يعني كان شاهد تعاطف كبير جدا من الناس وناس كتيرة أشادت بحضرتك في هذا الموقف أعتقد ما قلته هو مجرد احترام أردت أن أذر احترام واعترافا بهذا اللاعب الذي كان يعمل معي في عام 1991 في النادي الإسماعيلي كان شخصية رائعة ولاعبا رائع ومجد في عمله وكانت حادثة مرت علي أيضا بحياة كان دائما بجانبي دائما وكان على تواصل بيني وبين اللاعبين والجميع أنا أتذكره دائما لأنه كان شخصية رائعة وكان قريبا مني كان يسألني دائما عن التدريب وعن كرة القدم وكانت علاقتي به علاقة قوية آنذاك وقريبة جدا ولكن ولسوء الحظ أحيانا تصبح الحياة صعبة للجميع هذه سنة الحياة وكان علي أن أفعل ذلك احتراما واعترافا للنادي الإسماعيلي واعترافا ودعما له وللمصريين أيضا مشروعك القادم في حالة إن شاء الله بإذن الله انتهاء هذه الأزمة حسنا لدي عقود لبعض الأماكن ما ذلت منتظرا الموقف كورونا وانتهاء هذه الجائحة الآن لأنك كما تعلم هذا لا يحدث دائما لي فقط إنما يحدث في كافة أرجاء العالم نتابع الأخبار يوما بعد يوم لا نعلم ما يخبئه القدر غدا الموقف الآن ربما يأخذ طريقه نحو الاستقرار ونحو الأمن وكيف نتحرك وكيف نفعل ذلك أو لا نفعل التعليمات الآن يجب اتباعها ولدي اتصالات أيضا ببعض ولكن ليس هناك شيئا مؤكدا حتى الآن نظرا لتلك الظروف ثم أتخذ القرار المناسب عندما أرى موقفا مناسبا وقرار مناسب عندما تنتهي هذه الأزمة مشروع اكتشاف المواهب لماذا توقف ولو أتحت لك الفرصة العودة لمصر من جديد إيه النادي اللي تحب أن تكون موجود فيه أنت تعلم أنا مدرب محترف وبالتالي المدرب المحترف في كرة القدم لا يجب أن يكون لديه أفضلية للنادي الذي يجب أن يختاره عندما تعرض علي الوظيفة والمهمة يجب علي أن أقبلها كمدرب محترف أنا أتطلع دائما لأداء عملي في أي نادي أي كان سواء كان في مصر أو الإمارات أو لملكة العربية السعودية وبالتالي إذا كانت النوايا موجودة ولا جيدة سيكون هناك مشروع جيد لاكتشاف أيضا المواهب وتطوير عملي بشكل مستمر أيها بس بغض نظر الاحتراف يبقى الحب والحب هل يعني ممكن تضرب أي نادي في مصر ولا لا في أندية بينك وبينها عطفة تحبك وموجود فيها نعم أتفق معك الكرة القدم في دمي ولا أستطيع أن أعيش دون كرة قدم هذا جزء مشكل لحياتي وهذا يعود أيضا إلى عائلتي والدي أيضا كان لاعب كرة قدم وقبل أن يتوفى كان لاعبا وكان أيضا في البرازيل ربما أنا مجنون كرة قدم وأنتظر العرض المناسب من آرب ناس ليك أصدقاء هنا في مصر عندما سألتني هذا السؤال لدي أسماء كثيرة ربما لا أريد أن أكون إذا تحدثت ونسيت بعض الأسماء لأكون عادلا ولكن لدي أسماء أتذكر أنت فألتني على المدرب الذي على أنا لدي تواصل مع المدربين مسامة نبي وأيمن طارق كان حارس المرمى المدرب أيضا الذي لدي علاقة هو الكابتن طارق لدي احترام وعلاقة قوية مع كابتن طارق لدي تواصل معه أيضا ولدي كل الاحترام للعديد من اللاعبين المصريين ولدي أيضا ميدو ومن الزمالك وحمادة وأشرف من الإسماعيلي أي من من سموحة عندما أتذكر ذكريات الماضي لدي أصدقاء جيدين وأصدقاء أعزاء لكن هناك من يحبني وهناك أفراد ربما لم أندمج معهم ولكن هؤلاء الأسماء التي لدي علاقة قوية بها إلى الآن بشكرك شكرا جزيلا وإن شاء الله تنتهي الأسماء ونشوفك في مصر عن قريب شكرا جزيلا